دعني أشترك أستاذ حمدي أشترك شتيفان في نقاش هذه النقطة بالتحديد هل تعتقد شتيفان بأن الأزمة في العالم العربي هي أزمة صراع بين كتل سياسية ذات توجهات إسلامية وكتل سياسية ذات توجهات ليبرالية وهذا الصراع هو الذي يفرز كل هذه التناقضات وهذا التناحر على السلطة في تونس أو في مصر أو في سوريا أو في أي مكان كلا لا يوجد هناك منافسة بين قوى إسلامية وقوى ليبرالية هذا الوصف غير صحيح بالمرة صحيح أنه في كل دولة عربية يوجد طيار إسلامي وطبعا الطيارات الإسلامية تختلف من بلد إلى بلد ولكن بالجهة الثانية المنافس لهذه الطيارات هو مش قوى ليبرالية هي الحكومات السلطات القديمة التي سبقت الربيع العربي في مصر نظام الجيش طبعا انتزع نظام المبارك بمعنى عائلة المبارك ولكن النظام العسكري هو ما زال موجود في مصر في سوريا انظر هذا الوصف أوضح في سوريا لأنه هناك النظام القديم شنى حربا على هذا الطيار الإسلامي المنافس طبعا القوى الليبرالية موجودة في كل هذه الدول ويجوز القول بأن في سوريا في بداية الثورة الطيار الليبرالي هو الذي قاد الإحتجاجات ودعا إلى التغيير وإلى إصلاحات عميقة ومعنوية ذات معنى في سوريا ولكن هذه القوى هي للأسف ممكن نقول بقيت ضعيفة أنا أتوسم خير وأن مصر بناء على هذا الدستور ستنهض وستحقق الديمقراطية وستحقق الرفاهية وستلم الشعوب العربية حولها مثل ما كانت في ستينيات هذا ليس بالحلم هذا واقع لكن نحن في حاجة إلى عشرة إلى عشرين سنة كيف مصر تحقق ديمقراطية عندما السلطة الراهنة تصف حركة الإخوان المسلمين حركة إرهابية هذه ليس أساليب ديمقراطية هذين يرمون القنابل ويقتلون الناس أول أمس قتلوا أربعة عشر ناخر الجيش كمان قتل ناس الجيش لم يحقق حتى في المدابح التي وقعت أمام تكناته في القاهرة هو الذي أطلق الجيش على المتظاهرين إن كانوا من الإخوان أو غير ذلك شو يا أخي أنتم تحاولون تبريئة الإخوان لماذا الجيش في مصر المؤسسة العسكرية في مصر كما تساءل شتيفان لم تفتح تحقيقا مثلا في أحداث التي سقط خلالها العشرات من المتظاهرين أمام التكنات العسكرية سيأتي اليوم بعد تحقيق إنجاز فريطة الطريق سيأتي اليوم الذي تقع فيه المحاسبات وأنا ونزل القضاء المصري لماذا يحاكم مرسي في مقتل أو يتهم بالمسؤولية عن مقتل عشرة أشخاص أمام قصر الاتحادية ثمانية منهم من الإخوان المسلمين هناك نوع من العبث هذا قرار القضاء المصري ولم يقل أحد لا من الحكومة ولا من العسكر أي كلمة في هذا الخصوص سيحقق في ذلك الجيش المصري استلهم في مكان نسيناه تقريبا واسمه موسكو يعني الجيش المصري عنده علاقات له علاقات تاريخية تعود إلى الستينات وإلى الخمسينات حتى يعني تربط بين المؤسسة العسكرية الروسية يعني الجيش الأحمر في تلك الأيام وحسني مبارك حسني مبارك هو وين راح حتى يتعلم أن يكون طيار في موسكو فأنا يعني أقارن تصرف الجيش المصري في هذه المرحلة السياسية في مصر بين تصرف السلطة الروسية تجاه الأزمة في الشيشان في بلاد الشيشان يعني المكافحة ضد الإرهاب اللي يمارسها السيسي هو يذكرني بأساليب بوتين لمكافحة الإرهاب ما يسمى الإرهاب وأكثر مما يذكرني أساليب الأمريكان عندهم أساليب يعني طيارات بدون طيار والاجتياح إلى أفغانستان وإلى الإراق هذا شيء الثاني ولكن هذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمصر